المنستير افتتاح فعليات الدورة الثلاثين لمؤتمر جمعية المدولات العلمية لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان عن علوم وفن الحمامات انطلاق الأيام الطبية التاسعة لطب الصف الأول استعداد للموسم السياحي وزيارة الغريبة ووزير السياحة يتفقد عدة منشآت سياحية ويدعو إلى تفعيل قرار جربة بدون بلاستيك ووزير تلبيئة تستقبل سفير جمهورية تشيك بتونس إلى تفاصيل النشرة ونستهلها بالشأن الصحيح حيث أشرف المنظر بن سيك علي ولمنستير صباح اليوم السبت السادس من ماي الجاري بكلية طب الأسنان بالمنستير على افتتاح فعليات الدورة الثلاثين لمؤتمر جمعية المدولات العلمية لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان علوم وفنونة والتي تلتأم أيام الرابع والخامس والسادس من ماي الجاري بحضور المعتمد الأول والكاتب العام للولاي ومعتمد المنستير والمدير العام للتعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للصحة ورئيس جامعة المنستير والمدير الجاوي للصحة وممثلي منظمة الصحة العالمية وعمية كلية طب الأسنان بالمنستير ورئيسة الدورة العلمية وثل من الضيوف الأجانب من دول عربية وأوروبية وزار الولي المعرض المقام على هامشية الدورة والمخصص للمعدات والآلات والأدوات الطبية المستخدمة في طب وجراحة الأسنان لعلاج وتقويم وزراعة الأسنان بواسطة التكنولوجيا المتطورة في طب الأسنان كما اطلع الولي على مشروع بناء قاعة عمليات وأنعاش طبي ووحدة تعقيمة تمت برمجة تشيدها على مساحة 1100 متر مربع وبقيمة جملية تنهز 3.4 مليون دينار انطلقت اليوم بمدينة الحمامات الأيام الطبية التاسعة لطب الصف الأول بتنظيم من جمعية الطب العائلة فياريانا وتتواصل إلى غاية الأحغادن الأحد بحضور عددها من الأطباء تونسين والأطباء شبانة وقد تناول اليوم الأول من هذه التظاهر الطبية جملة من المواضيع أهمها بطنة الرحم المهاجر لدانسة وارتفاع ضغط الدم والسكر وغيرها من المواضيع المتعلقة بطب العائلة والطب العامة وفي إطار التصدي لظاهرات التهريب تمكنت خلال ليلة الفاصلة بين يومي الخامس وتاس سادس من ميل جاري وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صخيرة وارمادان من ضبط اثنين وسائل محملة ببضاء مهربة مختلفة تتمثل في كمية من الملابس الجاهزة وأجهزة إلكترونية ومواد غذائية وتم حجز البضاعة والوسائل والتي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 127 ألف دينار أكد وزير السياحة محمد المعز بالحسين على ضرورة تفعيل قرار جربة بدون بلاستيك ذو الاستعمال الواحد ومراجعة أرزنامة تطبيق هذا القرار في الفترة الممتدة بين الخامس عشر من ميل جاري إلى ثلاثين من جوال قادم مع ألزم كل الأطراف المتدخلة بالمصدقية والمسؤولية في تنفيذه وذلك من أجل إنجاح هذه التجربة لتعميمها على كل جهته لفتاً لأمكانية تنفيذ هذا القرار لما تتوفر عليه الجزيرة من مماهدات سواء بيئية أو بشرية وقدرات تأميانية كما دعا الوزير عند إشرافي اليوم السابت السادس من ميل جاري بجزيرة جربة على جلسة مع مهنية القطاع والكتاب العامين لبلدية الجزيرة كل المتدخلين إلى تنفيذ هذا القرار الذي يعد ضرورياً وإلزمياً وذلك في اتجاه الحفاظ على سلامة البيئة والمحيط وتحقيق استدامة هذه الوجهة السياحية وفي علاقة بالشأن الاقتصادي أقفل المؤشر المرجعي لبورسة تونس توناندكس معاملات شهر يفريل لسنة 23-2000 عند النقطة 66.8278 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.84% بعد أن سجل تطوراً بنسبة 1.4% خلال شهر مارس لسنة 23-2000 وفق تقرير الشهري لنشاط التداول ببورسة الأوراق المالية بتونس وبلغت أرباح توناندكس نحو 2.8% منذ بداية سنة 23-2000 مقابل زيادة بنسبة 2.98% خلال فترة ذاتها من سنة 22-2000 وشهدت البورسة خلال شهر أفريل ارتفاعاً هاماً لحجم التداول بنسبة 105% مقارنة بشهر مارس ليبلغ بتسعير البورسة 267 مليون دينار ونهز المعدل اليومي لحجم التداول نحو 14.1 مليون دينار مقابل 5.6 مليون دينار خلال شهر مارس و8.1 مليون دينار خلال سنة 23-2000 وقد شهد مؤشر توناندكس 20 نفس المنحة حيث ارتفع خلال شهر أفريل المنقضي بنسبة 2.6% إثر تطوره بنسبة 0.33% في شهر مارس وأقفل توناندكس 20 عند مستوى 3654.41 نقطة لتصبح أرباحه منذ بداية السنة في مستوى 1.73 مليون دينار مقابل تطور بنسبة 3.83% سنة 22-2000 وارتفعت أسهم 41 الشركة مدرجة في البوسة خلال شهر أفريل الماضي في حين تراجعت أسهم 32 شركة أخرى استقبلت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي بتاريخ أمس سفيرة جمهورية تشيك بمقر وزارة البيئة واستعرض اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز أواصل الصداقة المتينة تونسية تشيكية وتدعيم ميادين الشراكة والتعاون في المجال البيئية وأبدأ الطرفين رغبتهم في مزيد التعاون المستمر خاصة في مجال دعم الاقتصاد الدائرية إضافة إلى دعم المشاريع المحلية التي تعتمد التكنولوجيا في مجال الموارد المائية التطهير والمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة واستعمالها في المجال الفلاحية نهاية نشر الإخبارية وهذا تذكيرهم بأبرز ما جاء فيها المنستير افتتاح فعاليات الدورة الثلاثية لمؤتمر جمعية المدولات العلمية لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان علوم وفن الحمامات انتلاق الأيام الطبية تاسعة لطب الصف الأول استعدادا للموسم السياحي وزيرة الغريبة وزير السياحة يتفقد عدد من منشآت سياحية ويدعو إلى تفعيل قرار جربة بدون بلاستيكا ووزيرة البيئة تستقبل سفيرة جمهورية تشيكا بيتونس موسيقى